يعني خلينا مثلا نتكلم بداياتا كده احنا عندنا هنا في مصر حوالي مية واربعة تلتمية اتنين وسبعين ويعني مفروض طبعا مية شخص بعد تسعة وشرف ثانية من دلوقتي هيبقوا مية وثلاثة طبعا بنتكلم في عدد كبير جدا يعني بنتكلم مية واربعة مليون تلتمية وسبعين الف ومية ومية شخص دلوقتي. نتكلم فيه كمان عندنا ان منهم تحت سنة 18 فسانية. نتكلم في واحد واربعين ونص مليون طفل موجودين طبعا احنا بنصنفهم فائدين الاهلية او لسه مش عنده طبعا الاهلية كاملة ان هو يقدر بياخد تصرفات كاملة. بنتكلم فيه ان موجود في مصر حاليا 93 مليون 670 الف عدد الاجهزة المحمولة الموجودة اللي بالتأكيد ده له دلالة هنتكلم عنها برضو دلوقتي. وبنتكلم فيه ان موجود اكتر من مية مليون جهاز لاب توب واكتر من 500 الف جهاز فليستيشن واكسبوكس نتكلم الاحصائيات دي ليه؟ عشان نقول ان حاليا فيه توجه من الاطفال ومن سن مراكة تحديدا في استخدامات او الاستخدام العام دي كل ما يتعلق بالاجهزة الحديثة بكل انواع. نتكلم على حاجة تفصيلية. مع الاستخدام ده ومع التطلع ده الاطفال احيانا بتحتك بممارسات ممكن تكون على بعض القناة الموجودة على اليوتيوب اللي احنا برضو هنتكلم عنهم ونفهم الناس هو الخطورة بتاعتهم جاي منين والجماعة دول بيعملوا ليه كده؟ ودايما احنا بنقول نخلي بالنا ازاي؟ نتكلم طبعا من دبن الاحصائيات دي ان احنا عندنا ارباح اليوتيوب فقط فقط وخلي بالك ارباح هايخوض دلوقتي نتكلم في ارباح يوتيوب فقط 5 مليار جنيه لبعض القناوات حوالي بالظبط 300 او 400 قناة على اليوتيوب للمصريين فقط تصل لي 5 مليار جنيه مصري توصل لهم سنويا منهم القناوات اللي فيجيبوا ولادهم ويبدأوا ان هم يعملوا فيديوز يعملوا فيلوج عليهم ويبدأوا ان هم يعيشوا بعض المواقف اللي بتحصل في البيت اللي بالتأكيد حتى المواقف دي او التفاصيل اللي بتحصل في بيتهم دي مع ولادهم يجبروا هيلاقوا ان كان ادقل تفاصيل الشخصية لحياتهم الشخصية يعني بتتم مشاركتها على مواقع تواصل اجتناعي ده خطف جدا خلي بالك لان ده بيودينا ناحية ان الخصية في البيت اولا خلاص بيكسر الخصية دي بشكل كبير تأكيد فدي نقطة تاني نقطة الاولاد الصغيرين اللي بيبدأوا ان هم يتفرجوا على الكلام ده عايز يقلد انا عايز شوفت المفروض ان هو مغد ان ترده يناسبه او ما ينزبه بتأكيد بنتكلم بقى في موضوع ترندس موضوع كمان الفولورز اللي عند بعض الناس اللي بتأكيد فيه واحد مثلا ممكن يدخل النهاردة يعمل براوزينج لصفحات السوشيال عموما هيلاقي طبعا فكرة ان فيه ناس مشهير عندهم ملايين كلام ده كله من المتابعين بتأكيد الحاجة دي بتعمل نوع من الانواع الانطباع السيئة عندهم بيلاقي ان فيه بعض الناس بيبقى عندهم يقول طبعا الناس ليه ما بتدخلش تعملي لايك على البوسط بتاعتي ليه مش عايف ايه يبدأ ان هو يعمل حاجات ممكن يعمل اي حاجة عشان سبيل النوع يجب الناس تأكيد ده بيعملوا نوع من الانواع الاحباط هو طبعا مش عارف ان حاجة زي كده بيتم نسأل فلوس كتير جدا عليها الناس اللي بيتم مثلا ان هم نازلين على مواقعة اصلا اجتماعية او اللي احنا بنسميهم عندنا بقى بلوجرز وي اليوتيوبرز وهمهم بالضبط بنشوف ان دول لا الناس دي دفعت على فلوسها ودفعت فلوس كتير جدا فانت ما تحاولش تقلد ولا تحاول تسفر مثلا فيزا بتاعة والدك او والدتك لان ده احيانا بيحصل وبنشوفه عالميا كمان فيه حوادث عالميا كتير جدا 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 تم ابلاغ يعني الاب والام ان فيه فلوس بيتم مثلا خصمها من وانحنا هنا ننبه بقى على اولياء الامور انه يكون منتبه لأي يعني جهة غير مألوفة هو بيدفع فيها لو جالوا منها رسالة ولا حاجة انه ده بيكون لي علاقة بحاجة في اليوتيوب او لعبة مثلا ابنه او بنته اشترك فيها وهو اكيد ما عندوش علم بدا تأكيد